أهلاً 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 أهلا للسلطة لمواجهة الحراك الشعبي المتصاعد كل منصف ومتابع عقلاني وحيادي سيرى بأن الجمعات تتصاعد منذ 22 فيبري 2021 والجمعات في تصاعد مستمر أمر آخر أن الذين يتظاهرون مصرون على نفس المطالب بل أن المطالب تتصاعد وصل إلى حد صرخات قوية زلزلة العاصمة تقول بأن الشعب يريد إسقاط النظام كان الجزائريون يطالبون بالتغيير وقالوا يطروحوا قاع معناها المسؤولين أحيانا تأتي المطالب على مضض بأنه يجب أن يسقط النظام ويجب أن يتفكت ولكن بهذه الصراحة وهذا الوضوح لم يحدث من قبل أيضا الأعداد كما تلاحظون تتصاعد وتزداد الأمر مش في العاصمة فقط الأمر أيضا في الولايات الأخرى وهذا كله يؤكد على أن الجزائريين وصلوا إلى قناعة تامة بأن التغيير لم يحدث وأن المؤسسة العسكرية خدعت الجزائريين وكذبت عليهم وانقلبت على وعودها وعودها إن كانت صادقة في 2019 فهي كاذبة الآن وإن كانت كاذبة في 2019 فقد انفضحت الآن ولكن كل المعطيات تؤكد على أن شنغريحة انقلب هو بنفسه على ما وعد به القايد صالح هذا في أقل الأحوال أما إذا كانت الدولة العميقة داخل المؤسسة العسكرية هي التي كانت تدفع إلى تلك الوعود فقط من أجل إسكان الشارع في تلك المرحلة ثم جاءت الآن هذه المرحلة وظنوا بأن الشارع لن يعود بسبب كورونا بسبب التخوفات بسبب الملاحقات بسبب الدولة البوليسية الواضحة فهم واهمون الآن واضح جدا أن السلطة انفضحت حقيقة أمام الجزائريين وواضح جدا لا لبس فيه أن الشعب الجزائري لم يعد ولن يصدق مستقبلا الوعود التي تطلق من هنا وهنا وأخطر ما في الأمر أن المؤسسة العسكرية التي كانت تعتبر صمام الأمان بالنسبة للجزائريين أو على الأقل لنسبة كبيرة من الجزائريين الآن لو تعطي وعود لن يصدقها أحد لأنها وعدت من قبل وعدت بألا تسيل قطر الدم واحدة وهذا تحقق في تلك الفترة لكن وعدت بإحداث التغيير السلطة للشعب إسقاط كل ما له علاقة بنظام بتفليقة محاسبة المفسدين والفاسدين وتطهير الجزائر من الفساد ولكن ذلك لم يهدد حتى الناس اللي دخلوا للسجون بتهم الفساد عدد إذن ماذا تبقى للسلطة؟ السلطة استعملت الأكاذيب الوعود الكاذبة ما عادت الآن تمر استعملت الضغط استعملت الآن قمع وصل لحد شرطة تضرب شيخ كبير في مظاهرة تتحاول أنها تجر المظاهرات إلى العنف لأن هناك مخطط أمني قذر يراد منه جر الجزائر إحالة الطوارئ واستعمال كل الأسليب القذرة والأمنية والقمعية من أجل إيقاف ما يجري في الشارع السلطة لا يتملك رؤية يمكن أن تقدمها للجزائريين من أجل أن يتوقف الحراك أو أنه الشعب الجزائري الذي يتظاهر الآن ورافض لهذا الوضع لأنه ليس كل الجزائريين رهم الظاهر ولكن أكثرية الجزائريين رفضين إلى هذا الوضع هناك كل واحد يعبر على رأيه بطريقة مختلفة إذن السلطة تدرك تماما أن أي وعود تقدمها فهي كاذبة ولن يصدقها أحد لأن نسبة كبيرة من الجزائريين صدقوها في عدة مراحل مضط ولكن ثبت أنها سلطة كاذبة بمعنى الكلمة لا تفي بوعودها ولا تفي بعهودها بل تجتر الوعود حسب الأهواء وحسب المصالح والمستجدات القائمة إذن الآن سمع استعملت القمع شوف الفسدين يخرجوا والحراكيين يدخلوا للسجود استعملت التعذيب استعملت الاغتصاب استعملت الملاحقات مدهمة البيوت في منتصف الليل وترويع الأمهات ضرب الناس في الشوارع سحلهم استعملت كل الأسليم ورغم ذلك لم يتراجع الجزائي النور ماذا تبقى لهذه السلطة الآن؟ هل ستقدم عوعود جديدة؟ هل ستحدث تغييرات معينة شكلية؟ هل ستضحي بعض الأطراف النافذة بأطراف أخرى حتى تحاول إقناع الجزائريين في الشارع؟ هل توصل درجة سيارات مفخخة واغتيالات وكذا وكذا من أجل خلط الأوراق حتى ترعب الجزائريين لأنه هذا هو تفكير توفيق وهذا هو تفكير خالد النظام ومعهم شنقريحة شنقريحة ما يفكرش بالزاف ما يقدرش يفكر أصلا يفكرونه واللي يعرفوا عن قرب يدرك هذا الكلام عارفوا ما بقى لهم غير الوسيلة هذه ما بقى لهم غير الوسيلة هذه يقول لك الجزائريين يخافوا من مرحلة التسعينات هذه بدأت المؤسسة العسكرية ذكرت بها حتى في الافتتاحية وسنوات الجمر وسنوات الدم وسنوات السوداء والعشريات السوداء وما إلى ذلك من هذا الكلام كأنها تريد تذكير الجزائريين على مدار السنوات قبل كل ما يثور قطاع معين ويأتي من يطالب بالتغيير يجيهم ويحيا وتريدون أن تعود الجزائر الإرهاب وجد تلفزيون يبدأ يذكرنا بصور ومتع المجازر ومتع بن طلحة والرأي صغير وغير وغير ولي حدثت من أجل تخويف الجزائر الجزائريون الآن هذا جيل جديد هذم شباب يعني اللي والد في الخمسة وتسعين هراه عنده ستة وعشرين سنة هراه وما عاش خلاص تلك المرحلة كان تفول يرضع كان تفول في حضن أمه الآن يريد شيء آخر يريد يعيش كما يعيش الجزائريين يعيشوا لا الآن يريد يعيش كما يعيش الناس في الدول الأخرى رحيش في شبكات التواصل الاجتماعي يشوف يتواصل مع ناس عبر مختلف أنحاء العالم ما تجيش تسوق له بضاعة كاذبة الجزائري لم يعد يصدق تلفزيون وما كانش يصدقه من قبله زاد الآن أسوأ ما يمكن تخيله حتى كيجيب مسلسل ما يصدقوش فيه لم يعد يصدق وسائل الإعلام كلها انتعى السلطة لم يصدق لم يعد يصدق لا وزارة الداخلية حتى وزارة الدفاع قلتلكم ما عادش يصدقها الرئاسة ما عادش يصدقها إذا سقطت الثقة بين الشعب والسلطة روى ما عنده حتى حل السلطة عليها طرحا الناس اللي عندهم شوية غيرة على البلد لازم لهم يفعلوا التغيير الحقيقي التغيير الذي طالب به الشعب أما من دون ذلك والله تصل إلى الصدام هذا كالشرطي اللي يخرج لسانه وكذا وكذا ويضرب في الناس والله يرك مجرد أدات ويجي نهار ويخلوك تخلص لوحدك أي شرطي يروح يضرب مواطن راني يقول لك والله راهم حرضوك وقالولك وتعتقد بأنك إذا درت الشيء هذا يرضو عليك سادتك صدقني بمجرد ما يتم تداول صورتك وشكلك في وسائل التواصل الاجتماعي رايح في أخر دقيقة يضحوا بيك والله يزوك يطيشوك في الحبس ويتبرقوا منك ومكان حتى شيء راهم شفناهم ضباط داروا لعجب في التسعينات وراني كنا في المؤسسة العسكرية كانوا يحرضوا ويبعثوا وخالد نزار يبعثوا بياناته أيها الأبطال وصل العقيد بشارب في ذلك الوقت كان حاكم محافظة سياسية يدير محاضرات من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا ومن قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا ويتسعى كيف تحيي النفس قالهم تحيي النفس أيها العسكري عندما تخرج وتقتل الناس الذين يحملون الأسلحة ويهددون للجزائريين هكذا تحيي النفس وراحوا يستعملوا في النصوص ويستعملوا كذا وكذا وكذا كثير من الناس خرجوا ولكن هي تجي مرحلة معينة هم يضحوا بيهم راهم في سجن البوليدة من التسعينات مازالوا موجودين وسجن بشار وسجن وهر العسكري وسجن قسلتين العسكري وسجون مدني ضحوا بيهم يستعملك كما تنجحش الخطة انتاعه يضحي بيك لذلك ما تخليش نفسك وسيلة والله رك مجرد وسيلة الآغنة في زمن راهي فيه منظمات فيه هيئات دولية فيه جهات دولية ما تقبلش مثل هذه الانتهاكات انت اللي جيت مارس العنف في الشارع والكاميرات تتصورك والله في النهاية انت اللي تدفع الثمن ويتبرأ منك ويقول لك هذا رهو موقف فردي وتدفع الثمن لذلك ايها الشرطة ما توردش نفسك اولا هذا جرم في حق اخوانك واهلك وكذا اذا كان انت اللي رك في العاصمة تضرب في الجزائريين اللي في العاصمة وانت جاي من الشرق راهي في مدينة المدينة اللي انت فيها راههم فيها شرطة اخرين جاي من العاصمة ويضربونك في اهلك وهكذا راهكم تتبادلوا في ضرب اهل بعض من اجل الاشي راههم بزاف ضحوا بيهم وراهوا نشوفوا فقط هذو كمشطوبي الجيش الوطني الشعبي اللي ساهموا في مكافحة الارهاب كيفاش عاملوهم واحد رجليهم اقتوع وكذا ضربوهم بهدلوهم آنوهم هذو في التسعينات كانوا يسمو فيهم الأبطال ويسمو فيهم رجال واقفون ويسمو فيهم ويسمو فيهم ويسمو فيهم نهار اللي يطلبوا بالحقوق رفسوهم انتم كذلك لا تخرج عن قانون القانون يجرم ضرب المتظاهرين السلميين القانون يسمح للمظاهرات اذا ماذا تبقى للسلطة تبقى للسلطة يا جماعة الآن اما خيار تعفين الوضع بأي طريقة كانت وهذا هو ديدنهم خلطها تصفى او انهم يبدوا يضحوا بعضهم وانا اعتقد بانه الفطر القادمة ستشهد تغييرات اما راه تغييرات سرية ورايكين تغييرات ولكن لم يعلن عنها داخل مؤسر عسكرية رايكين هناك جنرالات قالوا راح يقعد كذا كذا ما يخبروش عليها واو انها تكون معلنة في بعض الاشخاص المستفزين يخلوا بعض المسؤولين يستفزوا الناس وبعد ذلك ينحيه بش يربح البطولة مثل ما داروا مع وزير البريد والمواصلات وزير البريد والمواصلات مرة راح قال لهم كذا صريح كذا اثار غضب الصحراويين وبعد ذلك ايضا مع كل مواطن هذا كان يعمل في البريد لما جات حدث معه زاد وقفه بتلك الطريقة وبعد يدخل يوقفه يوقفه يعزله بش تولي كأنه البطولة وهو التحت التحت راح يبعثه سفير ولا يبعثه الى اي منصب اخر ضرب فيها تقاعد وزير وانتهى الامر هذه المسرحيات ما عادت تنطلع على الجزائريين الشعب الجزائي طالب بالتغيير الجذري والسلطة الان لم يعد امامها من خيار اما الحوار مع الشارع او استعمال القمع الذي سيؤدي الى مستنقعات لا حدود لها وتدفع السلطة الثمن قبل ما يدفع الشعب او انها تواصل هذه الاكاذيب وكذا 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 وبعد ذلك تخلي الامور ماشية الى المجهول انا كم من قبل قلت الحل هو الحوار تشكيل لجنة حوار او شخصية ذات وزن لدى الشارع الجزائري تقود حوار حقيقي فعال بين السلطة والشارع يجي لو يقولك له الشارع الجزائر ربع وربعين مليون وكيف هذو مرة هم لا يحقوش حتى مليون اللي يتظاهروا اوكي السلطة ايضا وشكون اللي يفوتاليه دستور اللي قاعد تحتكم ليه الان وشكون اللي يفوتاليه هم يفوتاليه قلية الأقليات اذا اذا نخذوا بالمنطق هذا بالمنطق هذا لا انتم عندكم شرعية لا الشارع عندهم شرعية اذا الجميع اخرجوا وخلوا البقية تقرر مصير اما اذا كان وهذا ديدا كل الدول دائما مجموعات هي من المثقفين والواعين هما اللي يتظاهروا يتظاهروا هما اللي يطالبوا يطالبوا بالتغيير وهذا طبيعي وبقية الشعب راهوا راهوا واقف وراهوا مساند تغيير انا اقولها لكم لا يوجد جزائري لا يساند التغيير في الجزائر ولا يطالب به كل ذلك اما غير ذلك فهي مجرد مصرحيات في شبكات التواصل الاجتماعي وللأسف الشديد لن تقدم ولن تؤخر شيئا اذا اخواني الكرام السلطة الان راه يتغرق والشارع راه يزداد والانتفاضة راه تتوسع وراي حجية المراحل القادمة الان جاي فارنا في رمضان بعد رمضان ايضا في ظل هذا الوباء في ظل هذه الامور تدهور الاجتماعي الفقر الغلاء الفاحش للأسعار الناس راه يولت مطروح بمليون ما يقدرش يجيب باشي تعشى ليلة هذه كلها راه تنذر بانفجار الشارع راح يكون مفتوح على كل الاحتمالات الممكنة وغير الممكنة ايضا هناك انفجارات في عدة قطاعات تعاني من التهميش وتعاني من كثير من الامور اذا على السلطة ان تعي مخاطر الاوضاع تقاريركم الامنية تحذركم ولكنها لم تقدم لكم الحلول ها نحن نقول لكم ان الحل هو لجنة حوار تطرأسها شخصية ذات نزاهة هذه لرسم خارطة طريق تؤدي الى التغيير الحقيقي الشعب طالب بالتغيير الشعب طالب بدولة تحكمها مؤسسات منتخبة مدنية المؤسسة العسكرية تعود لمهمها الدستورية بعيدة عن المشهد السياسي اما تدخل الجنرالات باحذيتهم العسكرية لحماية مشاريعهم الفاسدة وحماية اموالهم الطائلة التي اخذت بطرق غير مشروعة فهذا اعتقد بانه سيعفن الوضع والعسكري اذا دخل ببندقيته ودخل بالبرود الى ساحة السياسة فانه لن يزرع الورود بل سينشر الاشواك والالغام ويشعل النار في بلد يحتاج الى التهديئة ويحتاج الى عقول نيرة كي تواجه هذه التحديات الاقليمية والداخلية والخارجية والعالمية ايضا فالقادم اعقد واسعب مما قد تحيط به عقول امثال شنقريحة خال النزار وتوفيق نكتفي بهذا القدر القاكم باذن الله في مداخلة اخرى الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله